موسيقى مجزو منتصف الليل العرض لأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر أهلا بكم قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن المشاورات الجارية حاليا بشأن تشكيل الفريق الرئاسي لا تشمل تعيين نائب ثاني لرئيس الجمهورية وأضاف علي في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر مصر أنه سيتم الاكتفاء في المرحلة الحالية بنائب واحد للرئيس كما أوضح أن الفريق الرئاسي سيضم نحو عشرين شخصا تم الاستقرار على خمسة منهم هم الدكتور سيف عبد الفتاح والدكتور بكينام الشرقوي والدكتور عماد عبد الغفور والدكتور سمير منقص والكاتبة سكين فؤاد وأكد المتحدث باسم الرئاسة أن الفريق الرئاسي سيتم إعلانه بالكامل قبل سفر الرئيس للصين في السابع والعشرين من شهر أغسطس الحالي قال الرئيس محمد مرسي أنه تم رصد مليار جنيه من أجل تنمية سيناء خلال المرحلة المقبلة لإقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية والعمل على فتح مجال الاستثمار على أرضها وأضاف مرسي خلال اتصال هاتفين أجراه مع الشيخ عبدالله جهاما رئيس جمعية مجاهد سيناء ورئيس مجلس قبائل وسط سيناء أضاف أن الأمن والاستقرار سيعودان مرة أخرى إلى سيناء بفضل تعاون مشايخ وعواقل وأبناء سيناء لبدء دوران عجلة تنمية على أرضها قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن داهمت مساء اليوم العديد من الوحدات السياحية والشقق في العريش بحثا عما قالت إنها عناصر تسللت عبر الأنفاق إلى سيناء في إطار الحملة الأمنية التي تواصلها الجهات الأمنية هناك وأضاف المصدر أن المدهمات لم تسفر عن القبض على أي من هذه العناصر وأشار إلى أن العمل مستمر في إغلاق الأنفاق من الجانب المصري ولا تزال العملية الأمنية المشاركة بين الجيش وقوات الشرطة مستمرة منذ هجوم رفع في الخامس من الشهر الجاري والذي أودى بحياتي 16 من رجال الجيش والشرطة أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن الحكومة لديها رؤية لتعديل قانون المحلية ومنح سلطات أوسع للمحافظين وأضاف رئيس الوزراء خلال جولة في مدينة القناطر الخيرية أنه سيتم تسير خط ملاحي جديد لنقل المواطنين بين القناطر والقاهرة عن طريق الأوتوبيس النهري لحل مشكلات الاختناق المروري وأضاف قنديل كذلك أنه تقرر بالاتفاق مع وزير الداخلية والمحافظين إطلاق حملة لإزالة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى أسواق الرئيسية في مختلف المحافظات قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم توريد ما يقرب من أربعة ملايين طن من القمح إلى بنوك التنمية والاعتمال الزراعي على مستوى الجمهورية وصرف مستحقات المزارعين المالية كذلك وأكد عبد المؤمن خلال جولته في محافظتي القليوبية والمنوفية أن الأسمدة الآزوتية متواثرة في جميع محافظات الجمهورية وتباع للفلاحين بالأسعار المدعمة أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه المشاركة في تظاهراته يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري وشدد بيان للحزب في الوقت نفسه على رفضه لأي دعوات لاستخدام العنف ضد أي طرف من الأطراف وعلى أن التظاهر حق مكفول للمصريين جميعا على اختلاف توجهاتهم ومطالبهم وقد أعلن أيضا اتحاد شباب مسبير تضامنه وتأييده لتظاهرات الرابع والعشرين من أغسطس وقال الاتحاد في بيان له إن الدعوة للتظاهر تتفق مع أهدافه وتوجهات الاتحاد مؤكدا على رفضه التام لما أسماه البيان بمبدأ أخوانة الدولة وانتقد البيان ما وصفه بترد الأوضاع في البلاد منذ تنصيب الرئيس محمد مرسي قالت وزارة الصحة إن عدد المصابين بحالات التسمم في قرية صنصفت التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بلغا ألف ومئة حالة تلقى منهم نحو مئة حالة العلاج وغادروا المستشفيات وكان مئات المواطنين قد نقلوا إلى المستشفيات اليوم في حالة إعياء شديدة لاجتباه في إصابتهم بالتسمم جراء شرب مياه ملوثة وقال محافظ المنوفية أشرف هلال في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر مصر إنه قرر فتح تحقيق في الموضوع وإيقاف جميع العاملين في محطة المياه بالقرية عن العمل لحين انتهاء التحقيق نافيا أن يكون عدد المصابين قد وصل إلى الألف فتحنا تحقيق في الموضوع عشان نعرف سبب المشكلة إيه والمخطئ سوف يوقع عليه الجزاء لو كان المخطئ هو محطة الشركة الحكومية هنوقع الجزاء المناسب عليه ولو كان المخطئ هو المحطة الخاصة دي احنا أغلقناها بالفعل لأنها بغير ترقيص أغلقنا هذه المحطة بالفعل وبالتالي دلوقتي بدأنا أجتمعت أنا مع أهالي وأبناء قرية صنصفت فوق في قاعة الاجتماعات الكبرى فوق وعدنا حطينا حلول عاجلة بدأنا نعقم كل المحطات سواء الخاصة أو المحطة الحكومة عساس نضمن أن لو كان في مشكلة تتحل التعقيم دا تم بعد هذا وقد احتجز أهالي قرية صنصفت كل من الدكتور محمد مصطفى وزير الصحة والمستشار أشرف لا المحافظة المنوفية داخل حجرة بمستشفى حمية منوف لمدة ساعة تقريبا وذلك أثناء زيارتهما للمستشفى لتفقد المصابين بالتسمم والنزلات المعوية قبل أن تتدخل القوات الأمنية لتحذيرهما كان وزير الصحة قد أمر بإرسال أطباء من مرافقه إلى مصدر المياه الملوثة بالقرية لأخذ عينة وتحليلها لمعرفة مدى صلاحيتها للشرب كما قرر الوزير غلق محطات المياه غير المرخصة بالقرية والقرى المجاورة في الوقت نفسه أكد أهالي القرية للجزيرة مباشر مصر أن عدد الإصابات بالتسمم في تزايد مستمر مطالبين وزير الصحة بتوفير المواد الطبية اللازمة لعلاج المصابين في محافظة دمياطة قام عدد من أهالي قرية الرطمة التابعة لمركز عزبة البرج بقتل مسجل خطر والتمثيل بجثته انتقاما منه لاعتدائه على ثلاثة من أهالي القرية مما تسبب في وفاة اثنين منهم وعقب الحادث قام أفراد من عصابة المسجل خطر بإطلاق النار على القرية وإغلاق الطريق الرئيسي المار بها ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة عدد آخر بجروح هذا وتقوم الآن تشكيلات من الأمن المركزي بمحاصرة القرية وتتبادل إطلاق النار مع أفراد العصابة إلا هنا ينتهي موجز الأخبار قدمناه لكم من قناة الجزيرة مباشر مصر تفاصيل أوفع عن هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا على شبكة الإنترنت ونستقبل كذلك تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتين على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر إلى اللقاء اشتركوا في القناة